رابعا من مبطلات الصيام القيء عمدا القيء عمدا أن تخرج ما في بطنك عن قصد وعن عمد أن يدخل الإنسان أصبعه في فمه ليخرج ما في جوفه هذا القيء عن عمد وعن قصد مفسد من مفسدات الصوت أما من ذرعه القيء أي غلبه القيء من غير رغبة منه ولا اختيار فلا شيء عليه وعليه أن يتم صيامه وصيامه صحيح لما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود ورواه الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الإسلامي ابن تيمية صححه شيخ الإسلامي ابن تيمية طيب الله ثراه أنه صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عامدا فليقضي من استقاء عامدا فليقضي يعني من تعمد أن يخرج ما في بطنه فعليه أن يقضي هذا اليوم من استقاء عامدا فليقضي ومن ذرعه القيء أي غلبه القيء يعني بدون رغبة منه ولا اختيار ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ترجمة نانسي قنقر